السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو يا حبابي في قناتي وصفة معلومة كل سنة وانتو طيبين في 2021 انا غبت عنكم شهرين كده ورجعتلكو تاني ان شاء الله تكون سنة حلوة علينا كلنا وابدأ معاكو بوصفة جديدة للتنت ان شاء الله تعجبكو وتكون مكوناتها متوفرة عند كل بنت وما تحتاجش انها تجيب حاجة من برا بس الاول لو لسه ما اشتركتش في القناة يريد تشترك فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مكونات التنت التاعي بسيطة جدا هتكون من الفازلين وزيت الاطفال وبدرة لون طعام بدرة لون الطعام موجودة معنا عشان تدي اللون اللي انتي عايزاه تقدر تستغني عنها وتستخدمي بدلها دم الغزال هتدي نفس النتيجة اللي احنا عايزانها هتجيبي معلقة من الفازلين ومعلقة من زيت الاطفال وهتحطي بدرة اللون الطعام دي حسب الرغبة يعني حسب درجة اللون اللي انتي محتاجاها في التنت او احمر الخدود اللي انت عايزها. طبعا التنت كل البنات عارفينه هو احمر الخدود بس بشكل طبيعي شوية وهيخلي بيدي منظر طبيعي ما بيبنش ان انت يحط حاجة كأن انت خدودك حمرة طبيعية. وكمان هتحطي منه على شفافك برضو. بيدي نفس الدرجة بتاعته احمر الخدود وبقى شكله حلوة قوي. وتقدر ان انت تستخدميه في كزا حتة مش بس على الخدود والشفاف. تقدر ان انت تحطيه على الاكواع او على ركب او تستخدميه زي كعب الغزال كده. تحطيه بعد اما تعملي رجليكي قعوب رجليكي وتنظفيها كويس وتعملي لها تكشير. تقدر ان انت تحطيها على 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 قعوب الرجليكي هيدي منظر زي رجلين الاطفال كده وشكلها هيبقى نظيف وجميل. آآ هتجيبي معلقة من الفازلين ومعلقة من ذات الاطفال هتحطيهم كل المقونات دي مع بعض وهتحطي زي ما قلتلك دم الغزال او ببودرة آآ لون الطعام دي دي حسب الرغبة هتقلبيهم مع بعض كويس قوي وهتحطيهم في علبة وتخليهم عندك كده هيكون عندك تنت طبيعي جدا برخيص جدا مش هيكون غالي مش هتحتاج ان انت تشتري حاجة من برا انت مش عارفة مصدرها ايه ومكوناتها ايه فهايكون معاك كويس وهتحطي منه اقل نقطة من التنت برضو يا بنات بتعمل بتحمل جامد متحطيش كتير يعني حاجة حاجة لا تذكر آآ الودانة اللي بتستخدميها للودان دي تقدر ان انت تحط منها حتة نقطتين كده على الخدود وعلى تفاحة الخد بالزبط وتعملي وتعمليها بصوابع كده بشكل دائري بالروحة كده هتدي معاك اللون اللي انت عايزاه وعلى شفاف نفس نفس الطريقة كده معاك تنت جاهز آآ بسيط سهل رخيص جدا مش هتحتاجي تجيبي من برا آآ بس وهيكون معاك ومتوفر في اي وقت تخديمها في شنطتك تحطيه على قعوب رجليكي على الرقب على الاكواع في كل المناطي دي بيكون كويس وشكله جميل قوي كده انا خلصت الفيديو بتاعي لو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعالي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته